قمة المناخ انطلقت النهاردة وقمة مجموعة العشرين انتهت أمس قمة مجموعة العشرين العشرين اقتصاد الأكبر في العالم أو عشرين دولة من أغنى أو أكبر اقتصادات أو ناتج محل إجمالي في العالم كانت منعقدة في إيطاليا في روما خلال اليومين الماضين خليني أختصر مع حضراتكم أنه القمتين قمة مجموعة العشرين اللي بيسموها جي توينتي وقمة المناخ اللي انطلقت النهاردة بواقب ستة وعشرين الاتنين دول سبب ونتيجة البعض برضو قبل ما أخش في تفاصيل كتير بقول أنه الكرة الأرضية البشرية في مأزق الكرة الأرضية اللي بتجمعنا جميعا في مأزق هذا المأزق مأزق وجودي ما يجري على الكرة الأرضية من فعل الإنسان بات يهدد بقاء الكرة الأرضية بالوضع المتعارف عليه ربما بيهدد بقاء الكرة الأرضية نفسها أو بيهدد بفناء كل من عليها الموضوع مش موضوع خيال علمي ولا موضوع استشراف للمستقبل بعيد المدى الموضوع احنا بنعيشه دلوقتي وهو التغيرات المناخية الحادة اللي بتشهدها الكرة الأرضية على مدار السنوات الماضية والتي أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض هو درجة الحرارة بدلوقتي احنا بنقول احنا والله ما عارفين احنا في الشتاء ولا في الصيف والله ده احنا الجو المفروض احنا دخلنا في شهر نوفمبر ومازال الواحد بيشعر بدرجة حرارة مرتفعة ونجي في شهر واحد واثنين نلاقي درجة الحرارة منخفضة بشكل كبير جدا في لخبطة مناخية موجودة لم تعد كما كانت من قبل ايه اللي بيحصل اللي بيحصل من فعل الإنسان الإنسان من بعد الثورة الصناعية وحتى الآن بيشتغل بينهك الطبيعة بينتهك الطبيعة بيستخرج الوقود الإحفوري سواء فحم ولا غاز ولا بترول وبيبدأ يعمل صناعات ملوسة البيئة زي اسمنت وحديد صلب وفحم ومناجم وغيره هذه الصناعات ملوثة للبيئة بيخرج منها انبعاثات كربونية هذه الانبعاثات الكربونية بتؤدي إلى تسخين درجة الأرض بتؤدي إلى زيادة التلوث تؤدي إلى تآكل طبقات الأزون تؤدي إلى أن الأشعة فوق البنفسجية تنفض إلى الأرض فتدمر ما بقى من الأرض لما درجة الحرارة ارتفعت من بعد الثورة الصناعية أو قبل الثورة الصناعية وحتى الآن زادت درجة حرارة الأرض ما يصل إلى أو ما يقترب من درجة ونص في المتوسط العام على مستوى الكرة الأرضية درجة حرارة الكرة الأرضية زادت درجة ونص مقاوية درجة ونص مقاوية أدوا إلى أن الجليد في القطب الشمالي وفي الأنهار الجليدية تذوب فلما دابت السلوج والجلود وجبال الجلود السلوج حصل إيه؟ حصل أنه كمية المياه ارتفعت في البحار والمحيطات ومن ثم زادت الأمطار في بعض المناطق وانخفضت وتسحرت في بعض المناطق الأخرى وبدأت المياه المالحة تضغى على المياه العزبة بدأت الأراضي تتسحر ومن ثم وجدنا أعصير شفنا الإعصار اللي بيعد في أمريكا بيدمر أمريكا بجلدة قدرها بكل قوتها بكل حضرتها بكل إمكانياتها بتجد أنه الإعصار بيجي يمسح مدن بأكملها شفناها وتابعناها صور كتير جدا 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 للإعصار الخطير اللي بيعد في اليابان ولا بيعد فيه عمان ولا بيعد فيه بريطانيا ولا لسه ألمانيا من أسبوعين كانت البيوت في ألمانيا والناس ماتت هذه الأعصير دي من فعل الطبيعة وكله بيعد ربنا لكنه فيه مسببات علمية لهذا هو درجة حرارة الأرض اللي ارتفعت والنتاج اللي بقول لحضرتكو عليها ومن ثم حدث الأرض بتغلي الأرض عايزة تتنفس الأرض فيها في بطن الأرض وعلى سطح الأرض فيه انتهكات بشرية الأرض بتتنفس تعمل إيه اللي بيحصل زلزال في مكان مركان في مكان إعصار في مكان حرائق في الغابات كل ده بيزيد من سخونة الغلاف الجوي وسخونة الأرض وبيسموها الغازات الدفيئة اللي بتكون كتل ملوثة للحياة طب الكلام اللي بقوله كلام أخلاقي ودعوات أخلاقية زي الصدق وزي الوفاء وزي الأمانة وزي الحب يعني لما نيجي نعمل دعوة أخلاقية نقول للناس كونوا أوفياء وكونوا متحبين وكونوا صادقين وكونوا أمناء وكونوا إلى آخرة لا 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 دي دعوات أخلاقية ممكن نتكلم فيها يعني حتى يوم القيامة لكن فكرة المناخ ما يقولش أنه عايزين نحافظ على المناخ والجماعة بتقول الأحزاب يقولك أحزاب الخضر اللي هما الجماعة بتدور على الاقتصاد الأخضر وزراعة والبيئة النظيفة وأقول ما نتكلم عن البيئة يقولك ده راجل بتاع بيئة أو غير طب هو الكلام اللي احنا بنقوله هل ما زال في مربع الدعوات الأخلاقية الإجابة لا انتقلنا من مربع الدعوات الأخلاقية في قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيئي والتنوع البيولوجي إلى إيذاء مباشر لبني البشر إيه اللي حصل اللي حصل إنه المحاصيل الزراعية بازت تلفت من إيه؟ من الحرائق تلفت من إيه؟ من الأعصير تلفت من إيه؟ من ارتفاع درجة الحرارة تلفت من هذه الملوسات ومن ثم الإنتاج بقى قليل فالأسعار بدأت تبقى زيادة فكل دول العالم بدأت تستشعر إنه كله بيتحسس جيوبه الفلوس خلاص بدأت أحس هو الأسعار زادت ليه؟ هو لما الدكتور علم صلح طلع من يومين قال الأسعار القمح زادت والزيت زاد وغير وغيره الناس بسط على إنه قرار وزير وزيادة أسعار لكن إيه المسببات اللي فيها الوزير والأسعار والدولة ومصر وإفريقيا والعالم كله؟ الكلام اللي بقوله إنه قضية التغيرات المناخية العالمية ترجمة نانسي قنقر